اجتماع تقييمي لأداء الحكومة طيلة سنة كاملة أداء اعتبره السيد الرئيس متراوحا بين الإيجابي والسلبي فلم يتوقف كثيرا عندما تحقق بقدر ما أعطى تعليمات لاستدراك النقائص والتسريع في تفعيل القطاعات التي لها أثر مباشر على الحياة اليومية للمواطن ففي حين ثمن السيد الرئيس التقدم الملموس في قطاعات هامة كالصناعة الصيدلانية المؤسسات الناشئة ودعم تشغيل الشباب أبدى عدم رضاه على تسيير بعض الولات بخصوص مناطق الذل مسجلا بعض المبادرات الإيجابية لتزويد الساكن بالماء والغاز ومحذرا من استمرار ظاهرة جلب المياه بالطرق البدائية الملفات الاقتصادية في واجهة التقييم أمام التحديات المفروضة حيث يبقى النظام البنكي النقطة السوداء في قطاع المالية الذي يجب إعادة النظر فيه والإسراع في رقم التكافة القطاعات الحساسة كالجمارك الضرائب والأملاك من القطاعات المعول عليها في هذه المرحلة المناجم حيث شدد السيد الرئيس على الشروع في أقرب وقت في استغلال منجم غارج بلات ومنجم الزينك والفصفات في وادي أميزور والرهان أيضا على الصناعة الصيدلانية من أجل رفع قدرات الانتاج الوطني وخفظ الواردات وفي ترقية الاقتصاد الوطني تعليمات من السيد الرئيس بأن تكون الجامعة الجزائرية قاطرته من خلال الابتكار والبحث التطبيقي مسرا على ضرورة تجسيد استقلالية كل جامعة والتوجه نحو الشراكة المثمرة والتوأمة مع الجامعات الأجنبية الفلاح والصيد البحري مجالات استراتيجية للاستغلال وتنوع المدخيل السيد الرئيس أمر بضرورة منح كل التسهيلات اللازمة من أجل إطلاق صناعة محلية للسفن وبحث مشاريع شراكة في مجال الصيد كما أمر بفتح تحقيق قضائي في قضية استراد القمح المغشوش من لتوانيا وإجراء تدقيق محاسباتي في الدوان الجزائري المهني للحبوب من المجالات التي لم تصل بعد إلى أن تكون موردا اقتصاديا الصناعة السينماتوغرافية التي ألحى السيد الرئيس على ضرورة التدارك الفوري للضعف المسجل فيها صحة المواطن في صلب الاهتمامات ورئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة استكمال التحضيرات اللازمة لإطلاق عملية التلقيح ضد وباء كورونا شهر جنفي ووفق تنظيم محكم السيد الرئيس كلف الحكومة أيضا بتعزيز مختلف الآليات الموجهة لفائدة المرأة الماكثة في البيت من أجل تشجيعها على الانخراط في مصاري الانتاج الوطني اجتماع بدأ بتقييم القطاعات التي تمس الحياة المباشرة للمواطن واستراتيجية الانعاش الاقتصادي لتستعرض حصيلة باقي القطاعات في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء ترجمة نانسي قنقر